علق يورجينو كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خسارة فريقه أمام منشست سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد اليوم السبت في قمة لقاءات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث علق كلوب في تصريحاته لقناة بي تي سبورت قائلا الشوط الأول كان مثل الذي رأيناه عدة مرات عندما لعبنا هنا في ملعب الاتحاد حيث يتمتع السيتي دائما بمزيد من الاستحواذ ولكن نحن لعبنا بهدوء وراحة وتسببنا لهم في مشاكل وأضاف لقد سجلنا هدفا رائعا وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثاني في هجمة مرتدة جيدة كما حصلنا على فرصة كبيرة أخرى وكان من الممكن أن نلعبها بشكل أفضل ولكن استقبلنا هدف التعادل كما أن روبرتسون لم يكن محظوظا ولكن في الشوط الثاني استقبلنا هدفين سريعين وتحطم كل شيء وتابع الأهداف التي استقبلناها من الصعب قبولها فالطريقة التي دافعنا بها غير مقبولة على الإطلاق لأكون صادقا حيث سيطر منشستر سيتي تماما بعد ذلك ولقد فعلوا ما يريدون ونحن كنا محظوظين لأنهم لم يكونوا في حالة طمع وأكمل ثلاثة أيام ونلعب مرة أخرى ضد فريق قوي آخر وهو تشيلسي فغدا هو يوم عظيم بالنسبة لنا لأنه يتعين علينا العمل بعد كل ما رأيناه اليوم لأننا نراه كثيرا الآن وعن طريقة دفاع الإفربول قال كلوب إذا لم ندافع بشكل جيد ضد ستونز وودري فبالتأكيد نحن لدينا مشكلة حقيقية فإذا لم نفعل ذلك فيجب أن تبذل مجهودا مضاعفا للدفاع ضد جندوجان والديا بروين فهذا مستحيل إلى حد كبير لأن أرضية الملعب أصبحت كبيرة جدا واختتم قائلا من هذا المنطلق لا يوجد شيء جيد أقوله عن هذه المباراة فهذه مباراة يجب أن نستخدمها لسوء الحظ ونوضح الأشياء التي لا يمكن أن تحدث فلا يمكننا أن نلعب بهذا الشكل أو أن نكون بهذا الانفتاح